وثلاثمائة من الآئمة الماليين سيتم تكوينهم بمعهد محمد السادس لتكوين الآئمة المرشدين والمرشدات لهذا الغرض جرى اليوم بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة والعادات بجمهورية مالي المزيد في روبرتاج جد بردان لبنة جديدة في صرح التأطير الديني تعزز اليوم علاقات الرباط بباماكو هي العلاقات العريقة ذات الأثر الروحانية الممتد لعقود بالتوقيع على بروتوكول اتفاق أفواج جديدة من الماليين ستطأ الأرض المغربية لتشريب من معين العلم سيأخذونه من أفوه الرجال لقد خصص لنا المغرب استقبالا حارا بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية نشهد جميعا على التعاون الجيد بين بلدينا كما ردد ذلك وزير الأوقاف نشهد كذلك على استعداد المغرب على تقديم كل تسهيلات لمالي ثلاثمائة إمام جديد على مدى خمس سنوات سيالجون مؤسسة محمد السادس لتكوين الأئمة سيرشدون وترشدن بعد العودة إلى مالي وسيدعون بالتي أحسن بعيدا عن الغلو سوريت كثيرا لأن السيد الوزير أمدني بتقرير على وقع هؤلاء الأئمة على الصحة المالية من ناحية التأثير الديني نعلم جميعا الذي يجمعنا مع هذا البلد ومع عدد كبير من بلدان غربي إفريقيا توابتنا وتجمع المملكة بمالي علاقات تعاون ودي مثمر وبخاصة في شأن الديني حيث الروابط والوشائج ليس آخرها موقع الطريقة التجانية في تلك البلاد الإفريقية